إذن الآن لدينا بعض المواقف التي يمكن أن نقول عنها تفاصيل دولية حول إيران الدولة الإقليمية الملاصقة لتركيا تهتم بالتوازن في الانتخابات التركية هي الأخرى كما العراق يعني وعلى الرغم من الاختلاف في ملفات الحرب في سوريا والنزاع بين أدريبيجان وأرمينيا يبقى الاقتصاد الأهمية القصوى بين البلدين نتابع تناقض العلاقة وتأرجحها بين إيران وتركيا لم تصلها يوما لحد القطيعة بل بلورت بهدف تحقيق التوازن بين التناقضات والمصالح لتكون الحنكة السياسية هي المتبعة لدى طرفين لسيما قبل الإعلان عن فوز مرشح على آخر للرئاسة في تركيا التي تتشارك وتتقاطع مع إيران في آن واحد المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة لن تتأثر بمن سيفوز بالانتخابات التركية نتوقع استمرارية العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلدينا بغض النظر عن من سيفوز لا ننكر بأن أي تغيير سياسي قد يلقي بظلاله على إيران بشكل أو آخر وحتى المنطقة ولكن تهمنا سياسة الفائز وعلاقاته مع دول صديقة في المنطقة كسوريا والعراق ورغم أن طهران تختلف في ملفات عاليقة متصلة منفصلة مع تركيا بدءا من الحرب في سوريا مرورا بدعم أذربيجان ضد أرمينيا حليفة طهران وحتى علاقة أنقرة بكيان الاحتلال وموقفها من الجماعات الكردية ولكن في الواقعية السياسية من الذي تفضله طهران كرئيس تركي هناك من يقول بأن أردوغان يخدم مصالح إيران الاقتصادية وأغلو يخدم مصالحها السياسية هل تؤيدون ذلك أم لا؟ رغم بعض اختلافاتنا مع أردوغان لكن تمكننا من التقدم في علاقاتنا السياسية معه لا سيما الملف السوري وحتى بما يخص الموقف من الحركات الكردية أما اقتصاديا فهناك ارتفاع في مستوى التبادلات التجارية الذي بلغ 12 مليار دولار أما أغلو فيمكنه أيضا أن يشكل بسياساته ممرا ناجحا بين الشرق والغرب بالتالي سنستفيد من ذلك السياسيا وبما أن الاقتصاد هو عمود الميزان الذي يعادل كفتي العلاقة السياسية بين البلدين فقد سبق وأعلن أردوغان بأن بلاده لن تلتزم بالعقوبات وستستمر بالتعاون التجاري مع طهران بينما صرح أغلو عزمه تأسيس منظمة السلام والتعاون في الشرق الأوسط والتي ستضم العراق وإيران ومعهما تركيا وسوريا وهي خطوة لم يخطوها منافسه سابقا يقول الإيرانيون سواء تغير الجالس على كرسي الحكم في تركيا أو لم يتغير فطهران لا ترسم سياساتها وفقا لانتخابات دولة أو نتائجها بل على أساس واقعها الميداني وتأثيرها الإقليمي في المنطقة علامة سعودي للرابعة طهران